أعلنت جماعة الحوثي اليمنية استهداف سفنتين إسرائيليتين في باب المندب أحدهما بصاروخ بحري والأخرى بطائرة مسيرة وقال ناطق العسكري باسم الجماعة يحيى سريع إن استهداف سفنتين يأتي في السياق الرد على جرائم الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غصة نفذت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى صباح يومنا هذا عملية استهداف لسفنتين إسرائيليتين في باب المندب وهما سفينة يونتي إكسبلورر وسفينة نمبر ناين حيث تم استهداف السفينة الأولى بصاروخ بحري والسفينة الثانية بطائرة مسيرة بحرية وقد جاءت عملية الاستهداف بعد رفض سفينتين الرسائل التحذيرية من القوات البحرية اليمنية